موسيقى اليوم نشارك في هذه الدولة بالمناسبة بكرة 26 لورش تلموي مهم مسمى بطريق الأحدى وهذه الدولة هي أولاً مهمة جداً لأنها ستمكننا من معرفة مادية وبداية الاستقلال من الفترة الباكرة لاستقلال الملك المباريبيا وإجلاء الاستعمار الإسباني والفرنسي منها وأن هذا الطريق الوحدة أو هذا الورش جاءت تميناً الفترة ما بعد الاستقلال ما بعد الاستعمار وصعوبة ديله أنه وجف واحد الفترة ديل يقضى وديل التحرير وديل عزيمة ديل الرواد ديل الحركة الوطنية والمقاومين وعضاء الجيش التحرير بمختلف صفاتهم ودنوع إراداتهم كبيرة فكان الاقتراح وكان التجاوب مع الاقتراح ثم بدأت المبادرة من مراكش في خطاب ألقى جلالة الملك محمد الخامس وأينا الأمير أولي الحسن أنا داك الحسن الثاني رحمه الله ترأس تلك الورشة العظيمة التي كانت ليست مهلية أو احترافية بل كانت يعني شبابية وكانت تضم كذلك الشباب بمختلف صفاتهم وكفاءاتهم من علماء وفقهاء وناشطين على جميع المستويات والأسعيدة وعدد كبير من المنخرطين من الشباب في مختلف أنحاء المغرب وكان يفوق عدد 18 ألف برسم لأن الورشة بصفة عامة كانت لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 5 يوليو إلى بداية أكتوبر هذه المدة الزمنية كانت منقسمة حول يعني أنه هذا العدد هذه المنخرطة الذي وافد أو توافد على هذه الورشة يعني برسم أنه 4 ألاف 4 ألاف منخريط أو 4 ألاف متطوع في كل الشهر بما أنه كان العدة كانت عدة مناسبة وكانت يعني جميع الشهرات متوفرة وبحماية من الجيش وبدعمين من الجيش وبدعمين قطع الصحة عن ذلك رغم فتوة أو هشاشته يعني زاد لأولئ المنخرطين حماسة في حماسة وزداد كذلك جهدهم وقوتهم حتى اكتمل المشروع الذي امتد على 80 كيلومتر من تونات إلى اكتمة وهي منطقة جبلية كما هي معروفة التحقت بالجنوب لأنه وهذه هي عدمة عدمة العمل عدمة العمل والاقتراح والفعل بحيث أنه لما يعني اشترك العمل التطوعي بالعمل الوطني أعطى يعني واحد زبدة يعني كانت مهمة وهي وهي تحرير طاقات وخلق طموح ونحو العمل الوطني في جميع المستويات والأسعدة إذن هذه يعني بخلاصة عامة وكان هناك يعني سادة خلال هذه المخيمات التي كان فيها هؤلاء المتطوعون يعني ائتت عروض ومحاضرات وأنشطة وثقافات مختلفة يعني حاضرة فيها وسائمة فيها جلّة من العلماء والمفكرين والذين كانوا يعرفون العمل التطوعي سواء النضال الذي كان قبل الاستقلال أو الذي تبنته الحركة الوطنية بعد الاستقلال وصاروا عليه إذن هذا الحدث هو حدث تاريخي له رمزية حضارية وتاريخية مهمة جداً والتاريخ لا يمكن أن يتغيير يبقى هو الواحد ويبقى هو كما هو وما علينا إلا أن نتغيير نحن من أجل بناء بلادنا والمزيد من البحث في هذا الحدث لأنه حدث مهم جداً ويستحق منا أولاً اتخاذ العضاء والعبرة ومعرفة الحدث جيداً والجهود التي تقدمت أو قدمت في تلك الفترة لنبد الخلافات ونبد الصراعات والعمل نحو المستقبل وهذا ما سيؤكده لنا جلالة ملك حسن ثاني رحمه الله لما اعتلى العرش سنة واستين قال بأن محمد خامس رحمه الله لم يترك البلد يعني كما كان فيه الاستعمار بل بنى فيه وأسهم فيه وأطلق فيه معركة أخرى وهي معركة الجهاد الأكبر إذن هناك تناؤم كذلك بين جلالة الملك محمد الخامس و جلالة الملك الحسن ثاني رحمه الله لأنه جلالة الملك حينما ترأس هذا الورشة وهذا الحدث الذي سمي بطريق الوحدة أهم ما ساهم فيه وهو تكوين جلالة الملك الحسن ثاني لأنه كونه ورباه والده على مثل هذه الأنشطة لأنه لا دخلوا من المحن ولكن كانت محق لأنه حتى للتلاقي مع الجماهير ومع المغاردين والمتطوعين من مختلف أنحاء المغرب وزادهم كذلك حماساً وجوده وعمله وتفانيه في خدمة الصالح العام ومن خلالها هذا الطريق الوحدة التي جمعت منطقة الشمال ومنطقة الجنوب وكانت عبرة كذلك لجميحة المناطق الأخرى التي كانت متفتكة لأن المغرب لم يكن له شبكة طرقية محروفة بل كانت هناك يعني تقريباً عشرين ألف كيلو متر في ألحاء المغرب ولم تكن هنا طرق يعني جيدة أو في مستوى المغرب وهو قاطرة ما بين إفريقيا وما بين أوروبا وما بين الوطن العربي فالمغرب يستحق الكثير ويستحق شبكة طرقية كثيرة يعني واسعة وكبيرة وعلى جميع المستويات والسؤال المطرح اليوم هل الطريق الوحدة سيمكنها أن تصبح طريقاً رئيسيةً بدلاً من أن تبقى طريق جهوية أو تنوية لأن على ما يبدو أنها أصبحت الآن متهلكة وأصبحت يعني في منطقتين يعني تبدو أنها فيها كثير من الغمام وكثير من الأخول فلابد من إعادة إصلاحها ولابد من إعادة الاعتبار لها بشكل حتى تكون طريق فعلاً طريق الوحدة للتنمية الوطنية وجهوية شكراً شكراً